انا احمد العطار انا مخرج وكاتب مصراحي مصري ومؤسس ستوديو عمد الدين ومستوديو عمد الدين ده مكان للبروفات والتدريبات في الفنون الادائية ومؤسس ومدير الفني لمهرجان وسط البلد للفن المعصرة او مهرجان ديكاف ومهرجان دولي لمدة 3 سبيع كل سنة ابتدنا في 2012 ومستمر لحد النهاردة طبعا الوضع بالنسبة لنا دلوقتي بعد ظهور فيروس كورونا او كوفيد 19 انه احنا بقلنا 3 سبيع كل الاماكن العامة مقفولة النوادي المسارح السينمات نشاطنا تقريبا نوقف كله كان مفروض ديبقى فيه الدورة التاسعة المهرجان ديكاف من 20 مارس لخمسة ابريل ولكن للأسف طبعا اتطررنا احنا نأجلها او نلغيها ونأجلها للخريف 2020 لو الحال تحسن طبعا المسرح لازم يفضل مسرح حي ويتفرجوا الناس عليه في المسارح وفي القاعات وفي الشوارع وفي الاماكن اللي فيها بشر انه ممكن يتم تصويره بطريقة معانا او اجزاء منه او ممكن يبقى فيه تجارب بتنقله العالم الافتراضي انه هو لازم يفضل مسرح حي ده ودي حاجة بالنسبة لي انا مهمة جدا كفنان وكم مدير ثقافي ومؤسسات ثقافية بنعمل حاجة للانترنت لليوتيوب دلوقتي اه كنا احنا عايزين نعملها من قبل كده يعني عشان نبقى ورطعين كنا بنفق يعني احنا بنبتدي بس حاجة ما لهاش علاقة بال لها علاقة بالمعلومات العامة والثقافة العامة وكنا بنفكر فيها قبل ما الموضوع ده وابتدينا شغل عليها قبل ما كورونا يحصل فده بقى حاجة ناتشول يعني بقى في فرصة اننا نشتغل اليها اكتر وتطلع بثورة فدي حاجة الحاجة التانية هي بشتغل مع واحد من الممثلين عشان معهم بقى ليه مدة طويلة على حاجات للحكي وكده وبرضه كانت فكرة موجودة قبل كده عندنا قبل الكورونا ونتيجة انه هو ما عندوش بقى شغل تاني دلوقتي فبقى في فرصة ان احنا نشتغل على الموضوع ده لانه كل واقف وأنا شخصيا بقى بحضر لديكاف في شهر عشرة يعني بنتدي نحضر لشغلنا لما بعد كورونا الفنانين عمتا بدايما بيحاولوا انه هم يحللوا ويواجهوا ويتفاهموا ويتعاملوا مع فكرة الفكر الواحد او الاحساس الواحد ان احنا كلنا بنفكر بنفس طريقة وبنحس بنفس الطريقة دي فرصة للفنانين انه هم يتعاملوا بقى مع حاجة بالحجم ده بالتحدي ده ترجمة نانسي قنقر